مجزة العشرة من الوتي في أهلا بكم اندلع حريق ضخم في منطقة زوق مصبح في مستودعات شركة اكزاتيكا وتوجهت عناصر الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق كما نجحت في السيطرة عليه وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا نبيل صلحاني من الدفاع المدني يعطيك العافية استاذ نبيل شو تفاصيل هيدا الحريق بونجور يعطيكم العافية بالحقيقة الحريق صار تقريبا على الآخر عم يتم تبريد ما تبقى من النيران هاللي كانت ويتأكد ان كل شيء انتصار على الأخير بالمبدأ يعني استمت السيطرة بسرعة ومنتشرت النيران لمحلات تانية نتمنى دايما دايما نحكي بالسلامة العامة وخصوصا بالمستودعات وانه كلهم يتبعوا فيه إجراءات سلامة عامة للمستودعات خصوصا للمستودعات يتبعوا وطم يوقعوا بيك حوالي اكيد شكرا لألاك شكرا أكدت مصادر تيار المستقبل لصحيفة الشرق الأوسط أن نوابه ملتزمون بما سبق أن أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لجهة دعمه المدير العام لشركة خطيب عالمي سمير الخطيب من دون أن تنفي أهمية المواقف الرافضة للخطيب من البيئة السنية أو من المتطاهرين على الأرض ولفتت إلى أنه ما لم يصدر أي موقف خلافا لما سبق أن أعلنه الحريري يعني أن أصوات كتلة المستقبل ستكون لصالح الخطيب مركزة على أن أي حكومة اليوم أفضل من الفراغ وأوضحت ردا على شكوك الفرقاء الآخرين حول نية الحريري تبديل موقفه أنه بعدما طرحوا اسم الخطيب وأعلنوا دعمهم له يبدو أنهم يريدون التراجع عن موقفهم محاولين إلساق التهم بالحريري أعرض رئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى ما وصفها بميزانية مقاومة العقوبات التي تفريدها الولايات المتحدة على بلاده وقال روحاني للبرلمان في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية ميزانية العام المقبل كما كان الحال العام الحالي هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية أول صورة لمنافذ عملية إطلاق النار في قاعدة بين ساكولا في ولاية فلوريدا الأمريكية السعودي محمد الشمراني وأكد أنه برتبة ملازم الثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عاما وكان طالبا طيارا في القاعدة وطلب من أي شخص لديه معلومات عن أشيطة الشمراني لاتصال موضحا أنه لا توجد تهديدات حقيقية على المجتمع في محيط القاعدة الجوية الأمريكية بهذا نأتي إلى ختام موجز العاشرة قدمناه لكم طبعا من الأوتيفي شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر